تطبيق التحول الرقمي لمتابعة فعاليات النشاط الصيفي بمدارس كفر الشيخ شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ تطبيق أول تجربة من نوعيها بتنظيم النشاط الصيفي بالإدارات التعليمية والمدارس وممارسة الطلاب لكافة الأنشطة في مجالات وتوجيهات التربية الفنية والرياضية والثقافية والعلمية وتفعيل التحول الرقمي من خلال المتابعة عبر تطبيق برنامج جوجل ميت وتابع محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ النشاط الصيفي من مدرسة الأشراف بدسوق ومدرسة رزق حمامو ببلطيم بحضور المواجهين والمعلمين والطلاب من خلال التحول الرقمي مؤكدا أهمية النشاط الصيفي في بناء الشخصية والحفاظ على الهوية وإبراز المواهب النافعة للمجتمع